وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة 48 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد الباع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 82 طن أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 718 قضية من بينها 133 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات